فسلم الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الثنين في قاعة الشعب الكبرى أوراق اعتماد تسعة من السفراء الجدد المعتمدين على أولاد الصين يمثل السفراء الجدد كلان من مصر ونيميبيا وبنين وتونس واليمن والكويت ونيبال وكوبا وبالغاريا رحب الرئيس الصيني شي جينبينغ بالسفراء إلى جانب الجدد مؤكدا أن بلاله مستعدة لتوفير الدعم والتسهيل لتنفيذ واجباتهم كما عرب عن أمله أن يبدو للسفراء الجدد مساهمة إيجابية لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بين الصين وبلالهم وتعزيز علاقات الصداقة بين شعبهم والشعب الصيني وبلغوا السفراء الأجانب الجدد الرئيس شي تحياتهم وتعنياتهم الطيبة مشهيدا بالإنجازات التي حققتها الصين ودعمهم لمبادرة الحزام وطريق الصينية كما أثنوا على دور الصين في الشؤون الدولية وأكدوا سعيهم لتطوير العلاقات مع الصين